يا ابن الشرشوحة كيف فيك تكون صريحة ما أود إيه اللي أنا سأحطها كل يوم أمك بتلدشني لأخليفلك أكسب والدها مسيحي ووالدتها مسلمة لبنانية ومعاها الجنسية التونسية في تناقضات كتيرة جداً في حياة الفنانة ناديب ناسيم اللي بقت في سنين قليلة جداً من ضمن نجمات الصف الأول مش في لبنان بس لكن في العالم العربي كله خلونا نعرف أكتر عن قصتنا ناديب ناسيم ناديب واحدة من الفنانات اللي دخلوا التمثيل من بوابة الجمال وده لما فازت سنة 2004 بلقب ملكة جمال لبنان اللي تغلبت فيها على منافستها لاميتا فرنجية اللي هي كمان دخلت عالم الفن بعد كده أنا بفضل الشخص المسقف وما بيعرف يخبر نكتر اتولدت ناديين في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الأشرفية بالعاصمة بيروت وبترجع جزرها لواد البقاع وتحديداً في بلدة دوريس البقاعية والدها كان بيشتغل خياط رجالي وهو مسيح الزيانة لكن والدتها تونسية ومسلمة عشان كده أخذت الجنسية التونسية لكن أخذت ديانتها من زيانة ولدها درست ناديين إدارة الأعمال وحصلت على إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان وبدأت بعد كده في مهنة عروض الأزياء في سن 16 سنة تقريباً وزي ما قلنا عصلت لقب ملك الجمال لبنان وتأهلت بعد كده للمشاركة في كتير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه نخلت ناديين مجال التمثيل لما رشحها الكاتب شكري أنيس فخوري للمشاركة في مسلسل خطوة حب اللي كان تجربتها التمثيلية الأولى وحصلت على جائزة الموريكس سنة 2010 اتجوزت ناديين من لاعب البوكر هادي الأصمر سنة 2012 بعد قصة حب استمرت شهور وخلفت منه اتنين لكن بعد سبع سنين أعلنوا انفصالهم وكان بشكل ودي جدا استمرت ناديين في مجال التمثيل وشاركت في مسلسلين سنة 2010 وكان مسلسل أجيال ومسلسل أبواب الغيب بعدها شاركت في مسلسل مطلوب رجال وبعدها اتقلقت في مسلسلات زي باب إدريس وذكرة سنة 2014 بقى كانت وش استعد على ناديين لما قدمت فيها مسلسل لو مع الفنان عابد فهد والفنان نيوسف الخالي المسلسل كان بيحكي عن فنانة متجوزة بتشعر بالفراغ العاطفي فبتقع في حب فنان تشكيلي وده كان بيخلق مشاكل طبعا مع جوزها ولجحة ناديين في المسلسل نجاح كبير جدا لقالها بسرعة للصف الأول بين النجمات العربيات بعد كده اتعاونت ناديين مع الفنان السوري تايم حسن وعملت معاي سنائي ناجح جدا عجب الجمهور والنقاد فقدموا مع بعض مسلسلات زي الهيبة ونص يوم وتشلوا وغيرها من الأعمال ولجأت ناديين لبعض عمليات التجميل حتى انه في مرة سألوها عن اهتمامها ببشرتها فرضت بشكل عافوي جدا وقالت والله كله بوتوكس و فيلرز صباتوا حالكو يا بنات